طيب يمكن حضرتك من خلال الإجابة أشارتي لي خطوة عظيمة جدا أن التطبيق ده عشان يقدر أنه هو يتحقق على أرض الواقع وكمان إن شاء الله أنه هو يستمر بنجاح ده تطلب تنسيق ما بين وزارة الهجرة وعدد من المؤسسات والوزارات الأخرى فكرة التنسيق ما بين وزارة الهجرة والمؤسسات الأخرى أخبرها إيه؟ بعد ما حلفت اليمين في 2015 هم تكليفين أنا فاكرهم كويس جدا التواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم والتنسيق التام مع كل أجهزة الدولة التنسيق ده مبني على الاحترام المتبادل أنا وزارة الهجرة ما ينفعش تشتغل لوحدها لأن إحنا جزء من الكل جزء من الدفاع وجزء من السياحة وجزء من التجارة والصناعة وجزء من الصحة إحنا جزء من الكل إن إحنا بنكلم كل شرايح المصريين في الخارج من عملة في الخليج من جيل تاني وتالت من مرأة مهجرة من أطباء وخبراء وعلماء عايزين يفيدوا البلد عشان كده لازم إن أنا أشتغل وتعاون كل شغل لوزارة الهجرة اللي طلعته بالتأكيد كان مش بس علاقة تعاون وتنسيق مع الوزارات الزملائي في الحكومة المصرية ولكن أيضا من خلال منظمات المجتمع المدني هذه المنظمات اللي بتعمل على أرض الواقع وممكن إن هي تفيد الوزارة في تواصلها مع المصريين في الخارج بالتأكيد ده إضافة لي أنا في هذه الوزارة فكل حاجة زي ما أنا قلت باحترام بأن أنا عارفة المسافة اللي بتحرك فيها مع الوزير أو مع الوزيرة الأخرى إنما في النهاية إحنا عايزين نطلع منتج يليق بالدولة المصرية للمصرين في الخارج